ما شاء الله عليك كلك رجة وحنان بيوشين حربا شعواء انت ليه بيعت الجزائر واشتريت المغرب هم مسكوا عليك سيديهات السيديهات دي فيها ايه وإحنا عاوزين نعرف وانا والله العظيم عاوز عرف ما شاء الله عليك كلك رجة وحنان هو ممكن يتحد مع الشيطان عاوزين نعرف بسم الله والحمد لله أما بعد أعزائي المشاهدين أهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة بدرو سانشيز رئيس الحكومة الأسبانية ورئيس حزب العمالي الاشتراكي في أسبانيا بيوشين حربا شعواء على حزب فوكس الأسباني في البرلمان وعاوز يطرده ومجدم طلب وعاوز يمضي عليه كل الأحزاب الأسبانية علشان يطرده حزب فوكس من البرلمان والسبب انه حزب فوكس مسح به الأرض في البرلمان الأسباني وبيقول له انت ليه بيعت الجزائر واشتريت المغرب هم مسكوا عليك سيديهات السيديهات دي فيها ايه وإحنا عاوزين نعرف وانا والله العظيم عاوز اعرف المهم مشاكل بيدرو سانشيز دلوقتي في الحياة السيديهات اللي ممسوكة عليه والجزائر اللي مسحت به الأرض وسانتياجو أباسكال رئيس حزب فوكس اللي مسح به الأرض في البرلمان الأسباني الخبر بيقول انه بيدرو سانشيز بيجري اتصالات مع الشركاء السياسيين لإعداد خطة مدعومة بحجد ودلائل قوية على ان حزب فوكس ده بيستعمل خطابا يتسم بالكراهية والعنف مشاء الله عليك كلك رجة وحنان للوصول إلى أهدافه السياسية والتي تتعارض مع روح الدستور الأسباني والقائم على الديمقراطية المنفتعة والغير متشددة مش كده وبس ولا الشركاء السياسيين وبس ده حتى الفرقاء السياسيين وحتى الأحزاب الانفصالية والتجمع اليساري هو ممكن يتحد مع الشيطان علشان يطرد حزب فوكس من البرلمان علشان مسحه به الأرض وجالوله انت ممسوك عليها سيديهات فيها ايه عاوزين نعرف موسيقى